شاركت القوات المسلحة في المؤتمر الطبي فارست جينوم داي احتفالا بمرور عامين على اطلاق مشروع الجينوم يعد مشروع الجينوم اكبر مشروع علمي في تاريخ مصر الحديثة وهو حجر الاساس للطب الشخصي والدقيق ومحور جميع الابحاث الطبية في السنوات المقبلة شاركت القوات المسلحة في المؤتمر الطبي فارست جينوم داي احتفالا بمرور عامين على اطلاق مشروع الجينوم وذلك بالاشتراك مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ورعاية شركة اليومين العالمية بدأت فعليات المؤتمر بكلمة اللواء طبيب خالد عامر رئيس مركز البحوث الطبية والطب التجديدي للقوات المسلحة نقل خلالها تحية وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للسادة الحضور مؤكدا أن مشروع الجينوم هو أكبر مشروع علمي في تاريخ مصر الحديثة وهو حجر الأساس للطب الشخصي والدقيق ومحور كافة الأبحاث الطبية خلال السنوات المقبلة كما أشار الدكتور مكدي عقوب جراح القلب العالمي إلى أن تنفيذ مشروع الجينوم يعد طفرة علمية هائلة منارة لكل الباحثين المهتمين بأبحاث الجينوم ويتيح الفرصة لدراسة العينات داخل مصر وألقى الأستاذ الدكتور محمد عوى التاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية كلمة أشار خلالها إلى أن مشروع الجينوم يهدف إلى رسم خريطة جينية مرجعية للمصريين لعلاج الأمراض المختلفة وتحديد العوامل الجينية المؤثرة في الاستجابة لأسباب الأوبئة كما يهدف أيضا لدراسة الجينوم المرجعي للقدماء المصريين والجينات المتعلقة ببعض الأمراض الشائعة في مصر مثل أمراض القلب والأورام والأمراض الوراثية حضر فعليات المؤتمر لواء طبيب عيد الطويل مستشار وزير الدفاع للتعليم الطبي والأجهزة التعويضية وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من أساتذة الجامعات بالصروح الطبية المختلفة